معدنا مع جولة في أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة الله تعالى النهاردة هيتم عقد دورة غير عادية لمجلس جمعة الدول العربية على مستوى المندبين الدائمين وده بناء على طلب مصر للتباحث حول تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا النهاردة كمان وزيرة التضامن الاجتماعي نبين القباج هتشهد فعاليات مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واللي بيقام لأول مرة في مصر تحت رئاية رئيس مجلس الوزراء النهاردة المياه هتقطع في بعض المناطق في مدينة المنصورة وده هيكون من الساعة 9 صباحا والحد الساعة الرابعة عصرا بسبب تنفيذ أعمال ربط لخطوط مياه بشارع عبدالسلام عارف والمناطق التي يعني المناطق اللي هيتم التأثر بسبب هذا الربط هي شارع عبدالسلام عارف وشارع سمية الجمل وشارع الترعة ومنطقة المغزر الآلي وحي الأشجار بالإضافة لمنطقة سندوب بالكامل نهاردة مهرجان الإسماعيل الدولي لأفلام التسجيلية والقصيرة يعمل مؤتمر صحفي في سينما الهناجر ساعة وحدة دهر للإعلان عن كافة تفاصيل الدورة 23 للمهرجان والمقرر إقامتها في الفترة من 17 وحتى 23 مارس اللي جاي